مطار البحرين الدولي مجلس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين درع الخمس نجوم من السيد إدوارد بليستيد الرئيس التنفيذي لشركة سكايتراكس في المملكة المتحدة وبهذه المناسبة قال سعادة الوزير إن هذا الإنجاز العالمي يأتي بفضل ما يحظى به قطاع النقل الجوي من رعاية ملكية سامية مشيدا بدعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع الهام وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لفريق شركة مطار البحرين والشركاء الاستراتيجيين ومقدمي الخدمات في المطار ضمن فريق البحرين وإلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة سكايتراكس العالمية إن مطار البحرين الدولي أصبح ثالث ميناء جوي في منطقة الشرق الأوسط يحصل على تصنيف خمس نجوم مثنيا على ما يتمتع به المطار من مرافق متميزة وأجواء جذابة تتسم بالرقي والرفاهية مشيرا كذلك إلى التصميم العملي للمطار الذي يجعل من السهل على المسافرين التجول بسرعة وسلاسة بين منشآته المتنوعة إنجاز عالمي جديد تحققه مملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار وهذه المرة في مجال قطاع النقل الجوي هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي ومحورا رئيسيا وحيويا من محاور تنمية القطاع اللوجستي الإنجاز البحريني تمثل في حصول مطار البحرين الدولي على تصنيف الخمس نجوم وهو التصنيف الأعلى من نوعه لتقييم المطارات حول العالم ليصبح ثالث مطار على مستوى الشرق الأوسط يحصل على هذا التصنيف المرموق وليكون في مصاف المطارات المتميزة على مستوى العالم وهو تكريم يستحقه مطار البحرين الدولي عن جدارة واستحقاق تقديرا لالتزامه بأعلى معايير الجودة واحتوائه على أحدث مرافق المسافرين إضافة إلى أجوائه الجاذبة وبيئته الآمنة ويشمل تصنيف الجودة للمطار الذي جاء من قبل شركة سكايتراكس وهي هيئة التقييم العالمية التي تصدر قائمة سنوية بأفضل المطارات وشركات الطيران في العالم ويشمل الخدمات المباشرة المتعلقة بالمغادرين والقادمين والرحلات المحولة والتي تشمل مرافق المطار وخدمات العملاء والأمن والجوازات والمتاجر ومرافق الطعام والشراب الإنجاز يأتي بفضل امتياز عمليات المطار وخدماته ومرافقه المبتكرة وخدمات العملاء ذات الخمس نجوم ومبنى المسافرين الراقي الذي تم تزويده بمجموعة مميزة من أحدث التقنيات والخدمات رفيعة المستوى مما ساعد في الارتقاء بمستوى الكفاءة والأمن داخل المطار وتحسين تجربة السفر الكلية فضلا عن تلبية الاحتياجات المتنامية للمسافرين وتجاوز توقعاتهم